اشتركوا في القناة المقاومة الحرارية الموجبة هي مقاومة متغيرة لكنها موجبة للحرارة سبق وان تعرفنا على المقاومة السالبة اليوم نحن بصدد التعرف على المقاومة الحرارية الموجبة وهي يعني تزدج منها ابرز نوعين هي السيلي ستور وسويتشينج وإحداها يعني تقوم بتسليط مقاومة خطية بينما الاخرى غير خطية ولكن ما يهمنا في هذا الشرح هو نوع خاص من البيتيسي البيتيسي أصلا هي لديها معامل حراري ومنها مقاومات تعمل على يعني التحفيز الحراري الخارجي بمعنى يمكنك استعمالها في دارة وتتحسس بها حرارة الغرفة لتعطيك ريكشن أو تعطيك ردة فيل في المنظومة التي تشغل ويمكن أن تتحسس الحرارة داخلية بمعنى أن تتحسس الحرارة داخليا حرارة الطيار بمعنى كلما ارتفع الطيار ستزد الحرارة الخاصة بها ومنه ستعتبر أنها تحسست حرارة وستقوم بالريكشن المطلوب منها هذا كل ما لدينا فيما يخص البيتيسي لكن وبما أننا في دورة صيانة التفازة هذه سنتكلم عن نوع آخر من البيتيسي هي نفس يعني نفس المهمة لكن الشكل مختلف جيد إذن قمنا بتعريف بهذه القطعة وتعرفنا على كل ما يجب أن نعرفه عنها هي مقاومة حرارية متغيرة موجبة بمعنى تزيد الحرارة تزيد المقاومة بمعنى أن الخط أو المنحنة الخاص بها فهو يعني يمشي في هذا الاتجاه عكس البيتيسي الذي يمشي في هذا الاتجاه ودائما هنا لدينا الحرارة وهنا لدينا يعني المقاومة بمعنى أن البيتيسي عكس الانتيسي التي سبق وشرحناها على قناتنا البيتيسي هو عكس بمعنى أن هذه المقاومة تزيد مقاومتها بزيادة الحرارة وكما قلت سواء بتحسس تيار وتجربة يعني الغرفة كذلك هي تشتغل على المقاومة بحيث أنك تستعمل مقاومة البيتيسي حسسة للحرارة الخارجية كحرارة الغرفة أو حرارة يعني كيفما كانت فرن كهربائي أو ما إلى ذلك وتوجد يعني أجهزة أخرى تحتاج إلى تحسس حرارة داخلية أو تحويل تيار إلى حرارة ودراسته وإعطاء ريكشن خاص كما لو يعني التلفاز العادي بالنسبة لهذه القطعة في التلفاز العادي فهي تكون مربوطة عبر هذا المقبس يعني بسلك ساميك يمر حول الشاشة وفي حال تعطلها فهي تعطي يعني نوعين من الأعطال إما أنها تصبح يعني short بمعنى أنها يعني تحرق الفيوز لأنها تقوم بتوصيل الموجب مع السليب هنا لا يوجد موجب وسليب لكنها تقوم بتوصيل سلكين المقبس الكهربائي مع بعضهما وبالتالي يحرق الفيوز هذه هي المشكلة الأول بينما المشكلة الثانية هو أن تقوم يعني هي بالتفحم داخليا لا تقوم بحرق في يوز ولا شيء لكنها تظهر ألوان يعني متداخلة على مستوى الشاشة كما تلاحظون في الصور هذه الأعطال تتواجه مباشرة إلى البيتسي وتقوم بتغييرها إذن هذا كل ما لدينا في هذا الشرح دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة